اشتركوا في القناة طبعا في الفترة الاخيرة دي للأسف ارتفعت جدا تكاليف الجواز بشكل فيه بزخ جدا ولاحزنا طبعا ارتفاع المهور وده للأسف ممكن يكون قدى لارتفاع في نسبة العنوسة وعزوف شباب كتير جدا عن الجواز اي رفضهم للجواز ممكن ده يكون يرجع لارتفاع تكاليف الجواز او برضو ممكن يكون يرجع لعدم وجودهم لفرص عمل او الانخفاض مرتباتهم بحيث انها لا تتوافق مع متطلباتهم طبعا كل ده حننقشه النهاردة ومعانا المستشارة الاعلامية دينا سامير موسى اهلا بيكي اهلا بيكي الحمد لللي نورتي الحلقة النهاردة وتشرفنا بوجود جدا طبعا زي ما بنقول كده ان ارتفاع تكاليف الجواز والغلاء الشديد والبزخ من جهة سواء اهل العروسة او اهل العريس والمتطلبات الزيادة ده ممكن يكون له اضرار سيئة فانت ايه رائيك في الموضوع ده والله انا رائي من رائيك برضو ان فعلا ارتفاع تكاليف الجواز المفروض ان دي بيسأل عنها يعني الفئة ناحية اهل العروسة شوية ان ما فيش اهل العريس هيرفعوا تكلفة الجواز كله بيعايز يجوز يعني كراجل بيعايز يجوز ويلم الدنيا وبقى اقل تكلفة ويبقى الدنيا بسيطة معايا استبيعي برضو الاهل بيبقوا خايفين على بلاتهم وعايزين يضمنوا حقوقهم ومعندناش مشكلة خالص اوكي ما عليز ان تضمن حقوق بنتك او كده يضمن حقوق بنته يعني الاب او الامة او كده مفيش اي مشكلة بس المفروض يكون كل حاجة بعقل شوية الناس بقت ممكن معلش يعني انا ان اجوز بنتي مثلا اوكي بالاصول وكل حاجة وعلى قد امكانيات الشاب واضمن الله حقوقها مثلا يعني حاجات رسمية او حاجات وراقية اوكي يعني همضمون كايمة كمؤخر كان مش عارف ايه كل حاجات دي معروفة بيقولوا برضو اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل يعني لو بيروح بالسهل معا ما يستهلش اه ما هي برضو بتضمن حقوقها لانك متعرف فيش الظروف مفيش مشكلة تضمن حقوقها مقناش حاجة لو قدت كل حاجة بالسهل وما طلبتش يعني هقولك على حاجة لا هقولك على حاجة نفترض مثلا اوكي نفترض مثلا الشاب بيقدر ان هو يستطيع ان هو يتجاوز في امكانيات معينة مثلا انا هتجاوز مثلا يا جماعة هجيب مثلا عفش مثلا بستين الف جنيه او بمئة الف جنيه على حسب امكانياته اوكي ده المباحلي لا احنا عايزين الاقوضة الواحدة بمئة الف جنيه لا طب ما انت معلش انت ممكن تجيبي الامكانيات بتاعته وموافقته برضو بالرضاء اكتب اللي انت عايزه في قيمتك بس يكون هو راضي عن المكتوب بالاتفاق وانت برضو ده ما انت حق ابنتك هو لو ما فيش فنيته غدر هيوافق ويمضي لو في فنيته غدر هيجادل وهيماطل وهيحصل وفي اخر موضوع مش هيتم فيه ما كان بيبان اصلي بيبان فيه حاجات كده مؤشرات بتديكي كده ان الانسان ده عايز حياة طبعية ولا لا وكذلك برضو ناحية البنت تاني حاجة حتة المنظرة دي بقى معلش يعني المنظرة دي مش هقولك هي خربة بيوت لا ده يعني فيه امهات بيتحبسوا وبيتسجنوا عشان خاطر جهاز بنتهم انها جوزت بنتها طب انت ليه عشان ايه يعني انت كده طب المنظرة مراحت المنظرة لما تتحبسي انت كده المنظرة لنفعتك او مثلا بنتك عشان تقع احسن من صاحبتها او قربتها كلام ده ما ينفعش يا جماعة ده كلام لا يعقل المفروض يكون فيه تقني شوية في الحاجات دي في الاساسيات فيه اصول يعني معلش اش معنى بنقلد الاجانب في كل حاجة سواء مظبوطة او مش مظبوطة الا اصول الجواز يعني الاجانب انا بلاحظ انهم بيعيشوا في حياتهم كل حاجة على قد الاتنين او على قد الاسرة افراد الاسرة بالزبط الحاجة لو كباية قصر بروح يجيبوا مكانها كباية تانية لو طبق القصر بيجيبوا مكانه طبق تاني حتى الاكل بالصامرة بالمقدار فاهمني طب انتوا ليه اش معنى في دي بس ما بتبصلهاش خالص طبق تبصوا بقى لكل حاجة يعني بس التقليد اعمى وخلص طبق تقريدوا في الحاجة انتوا بيررفقا بشبابكم رفقا برضو باهل البنت يا جماعة اهل البنت بيتعابوا اكتر من اهل العريس يعني بيغرموا بيصرفوا وبيعنوا لقاء عشان تبقى احسن عشان فلازم يكون فيه اصلا مبادرة بالموضوع دوت ان احنا نحاول يعني نعمل زي زي فكرة نطلعها للناس بس الفكرة دي مش هنفع تطلع ولا مني ولا منك ولا من اي هيئة حكومية لا لا تطلع من ناس نفسها من الشعب نفسه ان المفروض انا رأيي كدينة ان المفروض عائلة كبيرة مقتدرة تقدر انها تجيب لي بنتها كل حاجة بس ما تجيب ليش الا اهم حاجة اذا حصرت مرة وعائلة واحدة بس ضحت انها تجيب لي بنتها اهم حاجة كل اتحداك لو فيه حد اجاب بعد كده اصلا اللي كان بنتي بتكالين في ده خالص يعني هل انت برأيك ان ممكن لازم لازم اصل كده موضوع زاد عن حده ولا فيه حد بيتجاوز وكله بيتعقد ولا فيه قول بنات بيكبروا بيه عن نسهم معلش والشاب بيروح يعملوا جرائم تانية برا وديك بتشوف الاختصاب ومش عارف ايه وابلاوي سودة بنسمع عنها ما كل ده عشان ايه عشان برضو احنا احنا اصلا يعني فاهمين الاصول غلط يعني مش كل الناس يعني مش كل الناس فاهمة الاصول صح فيه ناس بيقلدوا تقليد اعمى فيه ناس بيحبوا بس كل هدفهم يبصوا على اللي قدامهم يعني او على حواليهم مش هبص على نفسي انا طب ربنا ادكي على قدك او ادالوا على قده خلاص امشوا على قدكو مش لازم ان انا اروح هستلف عشان اجوز بنتي او اجيب لها مش عارفة النجفة شكلها ايه ولا بسعر ايه ولا السجادة ايه ولا مسلا اروح قديل نفسي عشان اجيب لابني مش عارفة قده تنوم ايه ولا سلون ليه عشان ايه وفي اخر انتو لو هتعيشوا على الحاجة دي يا جماعة اصلا مفروض يعني يعني البدايات تكون ابسط من كده شوية لو البدايات كانت بسيطة والله الحياة كلها هتمشي بسيطة لكن المنظرة وكل اكتر هو ده اللي جايبنا وراء على فكرة هو ده اللي جايبنا وراء وبيخلي يقول مشاكل بتكتروا كل حاجة الناس فعلا انت اغلب حياتها بتلاقي عندها نسبة منظرة عالية قوي كلها ما انها تتمنظر اكتر من انها تمبسط بالحاجة اللي معيها بالضبط عارفة بقى لو حصل بقى الموضوع اللي بقولك المبادرة دي ومسلا في عائلة محترمة طبعا يهمها الامر وضحط بالموضوع ده بس انها تجيب الاهميات قوي لبنتها او يعني كجوازة وهي تجيب اكتر من كده بكتير صدقيني والله ما اتحداكي لو في اي عائلة ولا اي اسرة فكروا يعملوا اكتر من العائلة دي عملت اذا كان بنت فلان عملت كذا وجابه كذا انت بقى تطلقى احسن من بنت فلان مثلا ما هتتقال كده فهم كلامي فانا بصراحة هل البزخ او المتطلبات العالية دي بتبقى من البنت نفسها مثلا ولا هي السبب الاكتر في اهل البنت اه في اهل البنت طبعا معلش اصلا ما فيش راجل او عريس مقبل على الجواز هيروح يقولهم يا جماعة هاتوا حاجات بمليون ولا بنصف مليون جهاز وانا همضي علي اي حد عايز يعني برضو يرحم نفسه يعني معلش صح ولا ايه يعني هو عن نفسه حبازة لو كنت الحاجة اقول ايه مش هيبقى بشي اوزعلان ده بالعكس لان هو مش عارف ايه اللي ما استخبه بكرة واخد بالك لكن لقي دهب مش عارفها بكام عايزين عفش بكذا عايزين فرح بكذا يعني طب ما الفرح من انت ممكن برضو تقتص دي تعملي اه فقاعة كويسة وكل حاجة او كده وبرضو فرق الفلوس دي مش هنقولك بقى روح يرحلة مش عارف فين وروح يعمل ايه لا يا مم احطيها في البنكة تنفعك برضو في بيتك وولادك وبرضو هي تابعك مش راحة في حتنا في قلب بيتك او حتى لو نسوا اقتذرة برضو يقدرون وما يوفروا في الفرح وحتى يسافوا براء والله نس يقدروا وفروا سواء ممكن اوكاي مفيش مشكلة بس انا بتكلم في ايه ان معلش يبص يا بسانت احنا بتلاحظ دلوقتي بنحتر افرح اسطورية اسطورية ولما بتسمعي بقى من اقرب الاقربين يقولك ده مش لقين ياكلوا بعد الفرح او بعد جوازتهم بتسمعي من اقرب الاقربين مش لقين ياكلوا يعني نس حطوا كل اللي حلتهم عشان يوروا الناس وكمان ياريت الناس اصلا هيعجبها ده هيحكدوا عليهم يعني هيحكدوا عليهم ولكن من حصلهم كارثة مش هيروحوا يدوم ولا هيروحوا يكملهم حياتهم فلا انا بصراحة انا من نوع اللي بفكر في الحاجات دي بترايه عملية شوية هو المفروض الواحد يفكر بترايه عملية شوية فكر بترايه عملية شوية فكر بترايه تعود عليه بعد كده لكن اعضت منظرة طب انا كده عمالها يعني معلش انا انا بدي سهم للناس تصبني بيه بعد كده انت فهمك كلمين يعني داري على شمالي تكتير بالضبط يعني فهمني بدي كده سهم للناس الاسف الناس اقربها دلوقتي مش ماشية بالمبدأ ده اصلا يعني تلاقي عشان هي بقت ظاهرة كبيرة بقت ظاهرة زايدة عن حدها بيصوروا تفاصيل حياتهم اي رحلة اي مكان حلو ومثلا ينزلوا على الفيسبوك صور الفرح مش عارف ايه وممكن ده بالعكس بعد كده يجبنهم ما هي دي بقى بتبقى فرحة وما نقدرش نقولي الناس ما تتحكي مش في فرحتكم ايو طبعا دي حاجة بتبقى لا شعور لا بس في ناس اللي هي تصور مثلا كل خروجة كل اكلة مش عارف ايه اللي هو تلاقي برضو ايو ايو بتحصل او احنا نفسنا صعب بنحط الحاجات دي او احنا نفسنا طبعا نصعب بنحط الوضواتة ايه انا حب المرح ايو اي حب المرح مشاركة او كده بس للاسف صعب بس انت بقى شعر في صح نفوس فيها ايو ايو ها دي المشكلة لكن هو كان منه حب المرح طبعا احنا كلنا بنعمل كده صح صح بس تكتشفي في الاخر ان في ناس مثلا متابعكي مش بتحب لك الخير ربنا هيدي كل واحد قد نياته يا رب طب بالنسبة انه في ناس بينصحوا بتعدد الزوجات كان ظهر من فترة كده على السوشيال ميديا واحدة بتقول ليه الراجل مايتجوزش اربعة وده بيحد بالنسبة العنوسة فانت ايه رعيك في الموضوع ده الواحد مايتجوز اربعة يعني يكون واحد لا اوضحي السؤال الواحد متجوز يتجوز على مراته يعني ولا يتجوز هو يكون لسه شهب ويجوز اربعة لا ايه اصدها مثلا انه يعني واحد انه هو يتجوز على مراته او يتجوز وجه ثانية او انه يبقى فيه تعدد زوجاته عموما فهل احترامي للا قالت الكلام ده طبعا انا ما عرفهاش اصلا ان اول مرة اصمع الكلام ده منك يعني انا مش متابعة اوية بس لو هنتكلم اصلا الموضوع ده هيتقسم المصين لو هنتكلم لو واحد متزوج ويتجوز ثلاثة على مراته كما انت كاي كاي مرتك قريضي هتطلق لان فيش كلام و البيت هتخرج ولعلها هتشرضه طيب اوكي بعد ما تعمل انت الكارثة دي انت بقى هتقدر انك انت توفي في التلاثة دول هيا طبعا منترجعت نفس القصة تانية ازاي بلاش العزب لو هو مش متجوز وهيتجوز هيتجوز اربعة هو هيعرفي تجوز اربعة اصلا ده كريسة اعرفي تجوز واحدة طب هتجيب اربعة شوة هتجيب اربعة هتعمل اربعة افراح اربعة اربعة كل حاجة اربعة طب النسبة ما يعقلش يانا طب انا ما اقام عليش ما انا بقولك على فترة ده اجابة بصي اللي انا قلته في الاول بقى اجابة السؤال ده ان بدل ما نقول لتجوز اربعة ويتجوز مش هافي عشان طب انتو خفضوا نسبة الجواز شوية عشان كله يتجوز ما هو اللي بروح يتقدم لبنت ما يعجبوش طلباتهم يروح يشوف غيرها او ما بيشوفش خالص فهي بتعمل وبتستنى بقى على ما يجرها ناصبها اللي هي ايه بتحلم بي او اهلها بيحلموا بي تفهم كلامي طب ما انتو برضو ممكن تحلمه من ناحية تاني الدنيا تبقى برضو ابسط شوية كله هيجوز والدنيا تبقى كويسة لكن حتت انه هو يتجوز تلاتة على امراته طب ماشي ما انت مراتك اصلا على امراته ما هترضى بكده ولا حتى وفقت انت هتكفي ازاي انت هتشرط العياء كلها بقى الا بقى لو هو مثلا مؤتدر مؤتدر وبرده امراته اكاي ما عندوش ما فيش مشكلة ده ربنا قال كده كيف مارين يعني زي ما هو عايز بس لو هو فعلا هيقدي انه هو يباوز بيت تاني لأ حرام لان ده برضو ولادك وبيتك فلأ موضوع انه يتجوز تلاتة ديت وكده لأ ما اعتقدش انها اصلا حتى الرجال نفسه مش هوافقوا عليها هم بس هوافقوا عليها يفرحوا بالخابر بس مش اكتر لكن صراحة يعني موظم رجالتنا يعني ييجوات الجد لأ بيرجعوا ورا عارتهم لأ مراتي وبيتي لأ بس طب بالنسبة بأنه كل واحدة مثلا بتبعي استبعى زي صحبت عطب زي قريبتها وتلاقيه البنات بيبصوا البعض في كل حاجة يعني فده برضو بيقدر ارتفاع تكاليف الجواز لانه كله بيبص البعض فاحنا ازاي نقدر نحد من الموضوع ده ونعمل ايه في حقق يعني ايه المفروض ان احنا نعمل او حد كله يبص البعض ديات بصراحة يعني ابقى من الشخص نفسه فيه شخص مش راضي باللي هو فيه مش راضي بالحاجة اللي هو عايش فيها او يمكن اهلهم اللي عودوهم على كده يعني انت ده تبقى زي بنت خالتك ما تتجوزش جوزها او حش من بنت خالتها ده اصل بنت عمتها كذا حتى حتى تلاقيه في مجموعة استنوية العامة في كده منهم ده اجاب مجموعة قال من ابن خالته ومش عارف ايه فتلاقيه يعني فكرة المقارنة دي موجودة عند ناس كتير ما هي المقارنة دي فقالت برضو ان حتى الصغيرين بيقارنوا بينهم وبين بعض ما هذه بترجع برضو للأساس يعني هذه اب ترجع للأساس للشخص نفسه يعني سواء بقى ام او اب بترجع لطبيعة شخصيتهم ونفسيتهم من ناحية اللي حواليهم وده كله بيتعكس على الاولاد ما هو الاولاد اصلا بيبقوا هم يعني النتيجة الواضحة للأب والام برا تبص لغيرها عايزة تلبس زي فلانة او احسن من فلانة او عدم تبع كل الناس مش مركزة في نفسها اصلا مجرد بتقلده خلاص او طب ما ده غلط ما هو برضو ازاي ما هو كلمنا فيه قبل كده موضوع الجواز موضوع التكاليف الجواز بيقلده بعض في الحاجات دي والدنيا بتخرج بعد كده ما بيقاش فيه اصلا يعني ما بيقاش فيه توافق بعد كده الدنيا بتبوز بيبصوا البعض فعلا فلانة جاء لها ايه وبيروحوا بيشوفوا وكل حاجة ويشوفوا وكل ادق التفاصيل كمان هل دي برضو تعتبر مثلا تطفل على الخصوصية بتاعة الناس شوية لأ مش تطفل على الخصوصية لان انا اللي بسمح النفسي النسي تطفل علي ما هو انا اللي عملا باتكلم وعايزة ومش عارف ايه فكل هيركز معايا يعني انا الهدي اللي قدامي ان هو يتطفل علي ما انو لو انا قفل على نفسي مثلا ومش بحكي عن نفسي كتير ما هو هيتطفلوا ازاي مش هشوفوا الا الظاهر بس اللي انا عايزة يعني اورهولهم فهمني لكن غير كده ما اعتقدش ان حد يقدر يجرؤ وان هو اصلا يدخل في خصوصياتك اذا كنت تتسمح بكده في ناس برضو يقول لك واما بنعمة ربك في حدس يعني 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 مثل لهو لما تقول لهم داري على عندك ومش عارف ايه وفي ناس تانية تقول لك داري على شماعتك تئيد فالهم تبقيش ماشي اما بنعمة ربك في حدس على قال حتى في النتائج يعني مش ولست بنعمل خطوات نعود نحكي مها كلها مش تكمل اه على الفكرة احنا قضاء حوائكم يعني وحب نعمل لست على حاجة ومستمرين فيها يعني نكتم على حد على الاقل فيشوفوا بقى نتحدث على النعمة يبقى نتحدث على النعمة امتى النتيجة ما فياش مشكلة اوكي وانتو حزك بقى تصابت عين ما تصابتيش اه طبعا الحسد ما ديش في كل حتة وممكن ميسيب اي حد يعني ربنا يحمينا منه يعني بس برضو في نفس الوقت برضو لازم الناس يعني تخلي بالها ما تبقاش اللي هو عملها تتمنظر طول ما هي ماشي يا كده اللي هو صراحة الحلقة دي كلها أصلا نلاحظة ان هي عن انت مركزة جدا في حتة الناس اللي بتتظهر على بعضها وبتتمنظر وتكلفة الجواز وكده بصي هقولك على حاجة احنا لو لو عايزين فعلا حل ليه الموضوع ده مش مجرد كلامه بس عايزين نوصله للناس او بنحكي على ناس تانية لأ هو لو حل المفروض ان احنا يعني نناشد اي اسرة كبيرة او عائلة كبيرة يبدأوا بالموضوع هما اللي يعملوا المبادرة يعني دايما ودايما وفي الحاجات دي بقى البداية عند اهل البنت بس بحس انه صعب انه انه ناس تاخد قرار زي ده بس ذات لو اسرة مكتدرة زي ما بتقولي هيبوا عايزين لبنتهم احسن حاجة او بحيبة من وجه نظرهم نقول حاجة يا بسانت قبل ما بتحصل يعني ويضحي ممكن لو حد قلبه بقى على بقية الشعب بس ذات اللي هو اول حد هيبدأ بخطوة زي دي هيبقى حاسس ان شكله غريب ايه اصلي بصي انت عافنا ليه بكلمك في الموضوع ده بيقناع قوي بيقتناع جدا لان انا انا نفسي انا كتا دينا في جوازتي انا جوازتي انا ما جوزتي يعني في وانا لسه بنت اه اتجوزت وجهزت جهاز كتير وكان كل حاجتي جاي من بره ومش عارف ايه وكانت الدنيا حلوة قوي تمام بعد كده سفرت بره مع جوزي فاعتبت نفسي كنت جوزت تاني في بيت جديد بس كله على قد في الغربة كل حاجة على قدها بالظبط ولقيت الدنيا جميلة والدنيا حلوة وبرضو كل حاجة كفت فهماني اللي هو واحدة يعني طب وكل الجبنية بقى تردم عليه التراب في مصر خلاص فالواحد يعني قصدي كل ده فعلا طالع مرش لازمة حاجات بنتفرج عليها احنا عايزين يا جماعة نكسر عودة النيش بس فهماني هي بمشكلة ليه عودة النيش دي لو اتحلت تديني حاجات كتير لها تتحل يعني انت النيش أصلا استروى كلها في النيش على فكرة لا احنا عايزين نكسر عودة النيش ان الناس كلها بتصرف روسها فعلا في النيش هو أصلا مرش لازمة يعني فهماني كله في النيش كل حاجة غالية في النيش طب وليه وما بتنستعملهاش كله حيتكسر في النيش حتى لو ما تكسرش مردوما عليك ترابه خلاص طب وليه يعني خلي ليش في مطبخك مفيش مشكلة يعني ممكن يستفادوا بالفلوس دي يعملوا بيها ايه فوجة انا عن نفسي بصراحة من رأيي انا ان لو مثلا بدأ ما تجيب حاجات كتير قوي متكرارة وعشان بس مجرد الوان واشكال وكلام من ده وفري فلوسك دي كلها مسلا لو انت فعلا معايك الفلوس وعايزة تتصر فيها حطيها في البنك هتبقى تحافظ عليها سواء بقى تستفدي بقى بعد كده تجيب لك ربح تجيب بقى اي حاجة ايان كبقى انت عايزة ايه بس كلها في اخر عيدة عليك يعني يعني المفروض الاهل برضو يفكروا بالحتة دي حاجة بدلا ما يجيبوا بالزيادة ويجيبوا في حاجات هتترمي ويعالم لو حصل مشاكل هنرأيك كده بصراحة طب وهلف رأيك حتى العريس نفسه كمان لو هيجيب مسلا عافشه وكده بدلا ما يروح يجيب شقة بتاع ده سوري اوضب سوري مئة ألف ولا ولا خمسين ألف ولا أسعار اللي بنسمعان هادلوقتي طب ما انت اقتصد الدنيا برضو وكده والفلوس دي برضو حطها ليك وانت أولى بيها وبيتك يعني انتو اللي اتنا عايدين على البيت في الاخ يعني الحاجات دي يا جماعة أصلي بعد الجواز بيقى فيه كوارس كتير مش كوارس مابلين لتنين لأ يعني قصدي دروبات كتير قوي في المشاكل المادية دروبات مادية اه وأزمات تفهمني وطبعا كل واحد خلاص بقى شال نفسه يعني مش روح ترجع لبابا تاني ولا هو يروح يقول لبابا مش ينفع يعني طب وهل من نسبالك أو في رأيك يعني لو اتطبق فعلا الكلام اللي بتقولي عليه ده مفيش شباب كتير حيستغلوا الموضوع ده ان هم يضيعوا حق البنت أو يستغلوا ليه هو الشاب لو لو كل حقوق البنت اتثبتت ومضع عليها انت ده مددق من ايه لو انت في نتك ردر مش هتمضي لو انت مش في نتك حاجة هتمضي فيها ايه يعني حتى لو انت هتديبي حاجات على قد كله بيش عن ده مسؤولية دلوقتي بيبترجع لقى لشخصية الشاب يا بسانت والحاجات دي بتبان بتبان في حاجات كتير يعني مش بتبان بس في الاتفاقات لا من ايه خطوبة بتبان بتبتلي واحدة برضو تعرف اذا كان هو فعلا شاري مش فاري مع الحاجات دي في شباب يعود يسأل وعايزين عرف كل حاجة قبل ماي مايجي اليوم بتاع الجواز ده بصي بيبان يعني فهم مان وبرضو في اخر تضمن ربنا معلش يعني ممكن الشاب أو البنت يبقى ملايكة وبكت لقى حد تاني خالص غير اللي انت تعرفيه سواء سواء الراجل أو ست يعني مش بتكلم عن الراجل بس بس فالموضوع ده يعني ما بين هو في ناس فعلا مخطوبين أو جوازات كتير بتبوز بسبب فعلا اختلافات على العفش على النيش على على اي حاجات يعني من النوع ده والجوازة بتتفاشك اللي أصلا أو الخطوبة تتفسخ يعني ما هو عشان هم تبادقوها مديا بقى مش بادقوها بقى حابنشترون روجل فهم المشاكل دي تبقى بسبب الأهل يعني عدم اتفاقهم مع بعض في التفاصيل زي ديت والله مئة ألف سبب لفركشة الجوازة يعني يعني تلاقي مئة ألف سبب لفركشة الجوازات أنا بتكلم في نقطة ممكن سبب زي كده مش ما اتفاقوش على العيمة مثلا العريس مثلا لقى الدنيا أو الأهل العروسة غيروا اتفاق في حاجة كانوا ماتفقين على حاجة وغيروا كلامهم بيضطر من هو ينصحب لان كده ده من أولها مفيش كلمة مظبوطة يبقى أنا هكمل ليه فيما كلامي بيقى أسباب كتير الحاجات دي مش مشارط بس عشان يجلوه البواز وكل لا في أسباب تانية أسباب في الشخصيات نفسها اللي بيتعاملوا مع بعضيهم يعني المشاكل دي في رأيك أنها بترجع للشخصية أكتر من أنها سببها الغلاء ورتفاع التكاليف والكلام طبعا ما هي الشخصية هي فيه شخصية عايزة تتمنظر فيه شخصية طمعة فيه شخصية بسيطة وعايزة تمشي الدنيا بترجع للشخصية في الآخر طبعا إيه رأيك عزو في شباب كتير عن الجواز هل ده بسبب التكاليف وضغط أهل العروسة عليهم فعلا في تكاليف الجواز وكده لا أصلا هو لو مش بيشتغل عملا ما يروح يدخل لبيت ناس ويتقدم أنا مش قاوزي نعمة مش بيشتغل ممكن يكون يكون بيشتغل بس يعني المرتب بتاعه على قده أو لسه متخرج يعني المرتب بتاعه ما يكونش يكفي متطلبات الحياة والإحتاجات وكده وطبعا بالوقت برضو بقت الدنيا غالية وكده ما هو بصي لو هو مسلا رده ومش هيكفي يعني هو فعلا مش هينفع يظلم بنات الناس معه برضو يعني هو لازم برضو هيشوف نفسه الأول يكون نفسه يعمل أي حاجة يشتغل شغلتين يعمل أي حاجة يعني يحوش فلوس عشان هو يروح يخبط على باب بنت أهل بنت لكن مرتبه مش هيكفي يروح يتجوز إزاي يعني حاجة برضو أصطبس يقولك عشان شاب يتجوز يا إما يكون هو أصلا موظف ورده يكفيه يا إما حد من أهله مساعده كماني يا إما بقى هو إيه يعني عنده بقى دخل خاص يعني مشروع حاجة حاجة تانية عارف أنه عارف أن حلو هيمشي بعد الجويس ده اللي التالت حاجات دول يعني لو اتوفروا اتوفر حاجة منهم آه ممكن أن أنه يتقدم شكرا لك جدا نورتينا في حلقة النهاردة تشرفنا بك بالتاني حلقة وبصراحة ما حسيتش معك بمدل خالص يعني حلقة جميلة طبنا يخليكي وأتمنى تكونوا استفدتوا تشرفنا بوجود دينا معينا أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله من برنامجنا حواذية مصرية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر